السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بألف خير الفيديو بتاعي النهاردة وفيديو صغير كده بس حبيت اوضح حاجة لاخواتنا في الدول العربية كتير كانوا سألوني عن اكليل الجبل اسمه ايه في الدولة بتاعتنا انا النهاردة عرفت المعلومة دي وجاي عشان اقول لكم واعرفكم هو اسمه ايه في البلدان العربية عشان احنا عندنا في مصر هنا بنقول عليه اكليل الجبل او روزميري مجفف او حصلبان حصلبان ده يعني المسمة ده مش دارج عندنا قوي بس برضو في ناس تعرفوا بالاسم ده اللي عايز يعرف اكليل الجبل ده هو عبارة عن ايه او بنستخدمه في ايه دي عشبة العشبة دي هي الروزميري المجفف الروزميري ده بيبقى اخضر عشبة عطرية بنحطها في في الصوصات في الصلصات على الاكل عشبة طعمها حلوة ريحتها حلوة هي النوع من انواع الاعشاب العطرية بس انا كان ليا تجربة ممتازة جدا معاه تجربتي دي هسيبها لكم في صندوق الوصف بالتفصيل لان الفيديو بتاعي النهاردة فيديو هجاوب فيه بس عن اسم العشبة دي ايه في البلدان العربية كان حد من المغرب سألني عن اسم العشبة العشبة في المغرب بيقولوا عليها ازير او يازير ازير او يازير عشان اللي حابب يروح عند اي حد من اللي بيجيبيعه اعشاب وكده هيقول لهم عايز ازير او يازير بالكمية اللي انتوا حبينها بقى يعني هو سعره اصلا رخيص مش غالي بس فوائده عظيمة جدا 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 اهم فوائده انه بيوقف نزيف الرحم ايا كان سببه ايا كان سببه يعني سواء بطانة رحم سميكة سواء لقدر الله او رام بطانة رحم مهاجرة اي سبب غزارة الدورة الشهرية او الطمس كل ده اكليل الجبل او الروزميري او الازير او اليازير بيعالجوا كمان هو لي اسماء تانية هقولها لكم زي اسم نادا البحر الاسم ده برضو بعض البلدان العربية بيطلقوه على اكليل الجبل يعني عايز اقول لكم بس لو حبيته تروحه تشتروا تقدروا تورروا له الصورة بتاع العشبة نفسها اي اا وهو هيجيبلكو العشبة يعني حتى لو انتو مش عارفين اسمه او الحد اللي بيبيع ده مش عارف اسمه تقدروا تورروا له او تورروا له الصورة وهو هيجيبلكو يبقى قولنا اكليل الجبل او حصل بان او روزميري مجفف او حشيشة العرب او يازير او ازير او اكليل النفساء وبيسموه كده لان الاكليل ده بيشربوه النساء بعد الولادة عشان ينظف الدم او الدم يعني اللي بيبقى في البطن مطرح الولادة مكان الولادة وبينزل كل الدم يعني وبيخف منه يعني بيخفه عشان في حد كان كتب لي تعليق قبل كده من الجزائر وقالتلي مش فاكرة من الجزائر او المغرب وقالتلي ان هو خطر وكده واتكلمت معايا بطريقة ومش حلوة هم بيسموه اكليل اكليل النفساء عشان هو بيوقف الدم او بيوقف غزارة الدم اللي بتبقى نزلة من الام تمام بيقولوا عليه كمان عشب البصلة بيقولوا عليه ندى البحر وكمان بيقولوا عليه عشب الكرب وكمان النبات القطبي كل دي اسماء اه لاكليل الجبل او للروزماري هو اسمه الاصلي اللي هو بيبقى اخضر هو الروزماري يعني اه اللي متداول عندنا هنا في مصر الروزماري واكليل الجبل زي ما قلتلكم اه العشبة دي ممتازة جدا جدا اه هسيبلكم اه تجربتي معاها في صندوق الوصف وبفضل الله الحمد لله اه نساء كتير جدا 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 جربوها واستفادوا وبفضل الله ربنا كرمهم بس كده